السلام عليكم هنتكلم النهاردة عن الفنانة رانيا يوسف وازاي هي في الايام الاخيرة وما زالت دلوقتي طلعت رند جدا لان هي نشرت صورها ببدلة رأس احكايتها واحكاية الصور اللي هي نشرتها طبعا احنا متعودين كل فترة ان رانيا يوسف لو حضرت مهرجان بتلاقي الفستان بتاعها يعني زي ما احنا بنقول كلها بالمصري خفيف شوية عريان شوية المهم بتبقى التفاصيل بتاعتها مختلفة خالص عن يعني اكتر الفنانين والممثلين ان يعني اعظمهم بيلبسوا كده لكن لما نشرت الصور لها وهي بدلة رأس كانت يعني حاجة جديدة ده احكاية بدلة الرأس اللي هي نشرتها الصور به هي بتمثل مسلسل هاي اتعرض في شهر رمضان اسمه جريمة في يوم انتصف الليل واي ما بينهم في المسلسل ده بدور رأسة فنشرت الصورها طبعا بقى كمية التعليقات اللي جات لها ازاي رأسة في شهر رمضان وشهر رمضان انتوا عارفين بيبقالوا عندنا فضل كبير وبقالوا تقوسنا وحاجتنا نقدرش نتفرج على حاجات من زي دي لكن هي جاية كدعاية طبعا للمسلسل نشرت الصور بتاعتها زي ما انتم هتشوفوا في الفيديو ببدلة الرأس واللقطات من ادورها في المسلسل وان هي يعني وسط الناس وبطرقس طيب دي حاجة جديدة على رانيا يوسف لأ طبعا ده مش حاجة جديدة على رانيا يوسف من يوم ما بلقت التمثيل والحد الان هي بتحب دايما ان هي تبقى صغيرة بتحب دايما ان هي تبقى ترند بتحب ان هي تبقى مشهورة بصرف النظر ان الدور بتاعها ده هيعجب الناس او مش هيعجبهم او هينتقدوها او هيحبوها فيها المهم ان هي بتحاول دايما تنقي الادوار او تنقي اللبس بتاعها مسير خالص للناس هنشوف تعليقات الناس في الايام الجاية على المسلسل هل هم هيتابعوه وما يتعرض ان شاء الله شهر رمضان وقد ايه المسلسل ده هيجيب نجاح بسبب طبعا اللي رانيا نشرته والمقدمات اللي هي بدأت تنشرها علشان المسلسل بتاعها ده كان نبزة سريعة وخبر سريع عن اه ما نشرته الفنانة رانيا يوسف اه عن دورها في مسلسل اه جريمة في منتصف الليل ان شاء الله هنجيب لكم تفاصيل المسلسل وبيتعرض اه على انهي قناة بالزبط اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد وما تنسونيش باللايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة